اشتركوا في القناة عام 2024 وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإدخار والذي يستهدف دعم الشمول المالي وهو ما يعني زيادة عدد المتعاملين مع البنوك وزيادة التوعية بالإدخار الحساب الجاري هو عبارة عن حساب بنكي يعتمد على الإداع والسحب المتكرر للأموال وحركة التعامل عليها عالية سريعة وتم إعطاء العالمين دفتر شيكات بسهولة التعامل على الحساب وسحب الآخرين لأموال بناء على موافقة وتوقيع صاحب حساب وعادة ما تكون هذه الحسابات بدون فائدة ويتم سحب الأموال والأرصدة من فروع بنوك أو مكينات الصراف الآلي والتي تتجاوز 25 ألف مكينة في جميع المناطق الحيوية بالجمهورية أما حساب التوفير فهو حساب بنكي طويل الأجل ويتم حساب فائدة بنكية على النقود المدعبه وتحتسب الفائدة بداية من الشهر التالي لإداع النقود ويقبل على هذا النوع من الحسابات البنكية العملاء الذين ينشدون الاستقرار والحصول على فائدة أعلى ويعتمد أيضا على التوفير الطويل الأجل لطلبية احتياجات الأسر المستقبلية إذن مرة أخرى تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية وعددها 36 بنك في فتح الحسابات المصرفية مجانا وبدون حد أدنى لرصيد غدا سلساء الموافق 15 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2024 وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإدخار والذي يستهدف دعم الشمول المالي وهو ما يعني زيادة عدد المتعاملين مع البنوك وزيادة التوعية بالإدخار ومشاهدين الكرام إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذه التقطية بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء